من هو عادل حسني؟ وعلاقة سهير رمزي بطلاقه من الهام شهين انا محمد ابراهيم ودي قناتي لو اول مرة تشوف القناة اتمنى انك تشرك فيها ادلوقتي حالا ندفعها لزر التنبيهات بالليلة وضحاها برز اسم المنتجة السينمائي المصري عادل حسني على مؤشرات الاكثر بحثا على محرك البحث الاشهر جوجل في سياق طلاقه من الفنانة المصرية الهام شهين وعلاقة الفنانة المصرية سهير رمزي بهذا الطلاق ونفت الفنانة الهام شهين تسبب الفنانة سهير رمزي في طلاقها من زوجها الاول عادل حسني خلال الجزء الثاني من حوارها مع برنامج السيرة من تقديم وفائل كلام والمزاع على فضائي دي ام سي وقالت الهام شهين تزوجته من عادل حسني وكان فرق السن ببينه ما يقارب 25 عام وتزوجته وكان لديه شركة سياحية وبعد عامين من الزواج ابلغني البعض ان عادل يخوه تجربة انتاج مع سهير رمزي وسألته فانكر وقبل نزول الفيلم اعترف لي ان الفيلم من انتاجه وانه اضطر لذلك بسبب ضغط اصدقائه عليه هو فيلم مرة واحدة وخلاص واضافت كان طول الوقت يقول لي ابعاد عن الوسط وتخليفي وترب عيال ده كان تفكير كان عايز يبعدني عن الفن عايز تبعدني عن الفن وانت تدخل الفن وانا فنانة وانت راجل سياحة ايه اللي دخلك الفن وردت على سؤال هل شعرتي بالغيرة لان الفيلم كان لصالح سهير رمزي عجابة الهام شهين لا مكنتش عايزاه يدخل في الفن ولو عايز اتجوز راجل من اهل الفن كنت اتجوزت وتبعت كلامها كرات في الجرايد بيعمل تاني فيلم لصهير رمزي واجهته قال لي لأ كنت في استيديو الاهرام بصور البراري والحمول وجاء لي صحفي قال لي حظ حلو لسه عام الموضوع مع عادي الحسني سألته كنت معاه فيلم قال لي في استيديو نحاس بالصدفة قابلته في قوضة صهير رمزي ورحت جاري على استيديو لقيت عربيته واقفة ولقيته هناك كمان وعاد الرد علي وقال لي انا كذاب عايز ايه قلت له طلقني ونفهة الهام شهين تسبب صهير رمزي في طلقها قائلة ما لهاش علاقة بتطلاقي الكتب هو كان الساوي فكرة الانتاج من ورايا وانت راجل كذاب انا بكره الكتب جدا شكرا لكم متابعين قناة تريند اتمنى ان الفيديو يكون عجبك واتمنى ان تشاركو في القناة دلوقات حالا واتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكو كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة